السلام عليكم طلبة الأعزاء. سنكون في هذا الفيديو مع مراجعة ليونت 1 للوحدة الأولى. نحن الآن في الصفحة الرابعة عشر. المفردات والقواعد أكمل الجمل بالكلمات من الصندوق. توجد ضمن هذه الكلمات ثلاثة كلمات لن نستخدمها لن نضعها في الفراغات. كلمات زائدة. أولا لدينا كلمة كاري يحمل. ينقل أو يوصل. يجعل الآخرين يفهمونها. ينسجم. يضحك. يمرر أو يتجاوز. رابطة حقيقية. يبدأ. يبدأ محادثة. يألف أو يحب بسرعة أو يألفه بسرعة. نحن فراغ مباشرة منذ البداية. لقد تحدثنا طوال اليوم. سنضع هنا hit it off. لقد انسجمنا مباشرة من البداية. أمضينا النهار أو تحدثنا طوال النهار. نحن خلقنا أو أنشأنا فراغ. لقد شعرت أنني كنت أعرفها لمدة عام وليس لساعة. نحن خلقنا ماذا؟ رابطة حقيقية. three. I don't usually like someone immediately. But I really فراغ him. أنا عادة لا أحب شخصا immediately مباشرة ولكنني حقا فراغ هو. him. But I really took to him. إذن هو لا يحب الناس بسرعة لكنه ألفه ما لا إليه بسرعة. إذن took to him. My grandparents are really funny. جدايا مضحكان. We always have a good فراغ. نحن دائما نحظى بفراغ شيء جيد. هما funny. مضحكان. إذن ما الذي سيتولد عن أنهما مريحان أو مضحكان؟ سيتولد عن ذلك الضحك. laugh. We always have a good laugh. five. It's sometimes difficult to فراغ a conversation with people you don't know. إنه أحيانا من الصعوبة أن فراغ محادثة مع أشخاص لا تعرفهم. الفعل الذي دائما كان يرد مع conversation ما هو؟ كان strike up يبدأ محادثة. إذن strike up a conversation يبدأ محادثة. exercise 2. complete the second sentence using the word in bold so that it means the same as the first one. أكمل الجملة الثانية باستخدام الكلمة in bold هذه بالخط العريض. so that بحيث أنها تعني الجملة التي سنكملها. يجب أن تعني نفس معنى الجملة الأولى. use no more than five words. لا تستخدم أكثر من خمسة كلمات. including the word in bold. بما في ذلك الكلمة بالخط العريض. one. I found it hard to understand what the physics teacher was talking about. لقد وجدت من الصعوبة أن أفهم ما الذي كان يتحدث. يتحدث عنه معلم الفيزياء. physics, physio. علينا أن نستخدم كلمة figure. يعرف. سنبدأ هنا بهذه الجملة. ويجب أن نستخدم figure لنعطي نفس معنى هذه الجملة. what the physics teacher was talking about. لكن figure هنا يجب أن تأتي مع كلمة أخرى. إذن سنستخدم هنا collocations المتلازمات الكلامية. وبالتالي نقول I found it hard to understand. سنقول I found it hard to figure out. figure out يعرف. وجدت من الصعوبة figure out معرفة ما كان يتحدث عنه المعلم. إذن نقول I found it hard to figure out. ونكمل الجملة. two. you must explain your idea very clearly. so he understands. عليك أن تشرح أو توضح فكرتك بوضوح كبير بحيث أنه يفهمك. علينا أن نستخدم الكلمة spell. المتلازمة هنا. spell out يوضح. يشرح بالتفصيل. إذن نقول you must spell out your idea so he understands. عليك أن توضح بالتفصيل. تشرح بالتفصيل فكرتك بحيث يفهمها. إذن هنا سنكتب spell out. three. رانا has drawn my attention to a problem. رانا. لفتت انتباهي. drawn my attention. أو draw somebody's attention. عشان يلفت انتباهه إلى مشكلة. إلى problem. علينا أن نستخدم الكلمة pointed. رانا فراغ. a problem to me. إذن الكلمات التي سنضعها هنا ستكون بديلة لدرون my attention. pointed. عندما نضع بعدها out. تصبح pointed out. أشارت إلى أو نبهت إلى. إذن رانا has pointed out. four. لم أستطع استيعاب الكثير من المعلومات. علينا أن نستخدم take. I فراغ all the information. فنقول I couldn't take in all the information. take in يستوعب أو يفهم. exercise three. complete the text with the correct words. أكمل النص بالكلمات الصحيحة. I am a very good student. أنا طالب جيد جدا. so I was really ecstatic أم devastated when I found out I'd failed an exam. إذن هل أنا كنت ecstatic مبتهجا سعيدا جدا أم devastated محطما عندما عرفت أنني رسبت في الامتحان. إذن طالب جيد يرسب في الامتحان هل سيكون مبتهجا أم محطما بالتأكيد سيكون devastated محطما I was really livid أم down in the dumps while my friends who had passed felt like they were walking on air. لقد كنت حقا livid غاضبا down in the dumps حزينا جدا مكتئبا في حالة مزاجية سيئة بينما أصدقائي الذين تجاوزوا الامتحان نجحوا في الامتحان had passed نجحوا شعروا كأنهم يسيرون على الهواء أي كأنهم يطيرون في السماء من السعادة إذن ماذا كانت حالته هل كان غاضبا أم حزينا كانا down in the dumps حزينا I genuinely felt thrilled I'm heart broken for them but at the same time but at the same time I was hazardous bewildered as to why I hadn't passed أنا بصدق شعرت لتحدث عن أصدقائه شعرت بالسرور I'm heart broken انكسار القلب أو الحزن لهم شعرت بالسعادة لهم أم شعرت بالحزن لهم بالتأكيد سيشعر بالسعادة felt thrilled for them لأنهم تجاوزوا الامتحان had passed but at the same time ولكنني في نفس الوقت I was hazardous hazardous تعني خطير bewildered محتار أو مرتبك لماذا شعر بأي من هذا as to why I hadn't passed بالنسبة لأنني لما لم أنجح هو إذن ماذا كان عندما لا يعرف هو لما لم ينجح مع أنه طالب مجتهد هل سيكون خطيراً أم محتاراً سيكون بالتأكيد bewildered محتاراً أكمل الحوارات الصغيرة بكوستشن تاج سؤال ذيلي أو إيكو كوستشن سؤال التكرار أو سؤال الصدق 1 I'm sure you felt stressed out أنا واثق أنك شعرت ب stressed out التوتر سنسأل بكوستشن تاج لدينا you felt stressed out يخاطب شخصاً أمامه يقول له you أنت إذن الضمير هو you ألم تفعل ألم تفعل أنت فعرفنا أن الضمير هو you أنت ولدينا الفعل felt لا يوجد is أو are أو has أو أي فعل مساعد لدينا فعل عادي إذن علينا أن نستعين ب do ولكن felt ماضي إذن علينا أن نحاول ال do إلى الماضي تصبح did وfelt positive ليس فيها نفي إذن سنضيف النفي إلى الدد يجب أن يكون ال question tag معاكسا للفعل بال positive وال negative بالتأكيد والنفي إذن felt مؤكد علينا أن نجعل question tag من في didn't you يجيبه I sure did لقد شعرت بالفعل شعر بالتوتر two he paid me a lot of compliments لقد قدم لي الكثير من الإطراءات لقد مدحني كثيرا compliments مديح سؤال في بداية الجملة إكمالا للحوار من الشخص الآخر إذن سيكون echo question الذي يبدي فيه الاهتمام بالحوار لدينا paid ولا يوجد فعل مساعد أو verb to be فنستعين بالdo وpaid في الماضي فنقول did وتكون النفي أو التأكيد مماثل للفعل إذن لا نضع نفي هنا لدينا تأكيد فنقول did والفاعل he did he four I'm always making mistakes أنا دائما أرتكب الأخطاء وأيضا هنا لدينا الاستثناء عندما نقول I am فيصبح question tag aren't I يجيبه الآخر but you always correct yourself لكنك دائما تصحح لنفسك إذن هو يرتكب الأخطاء ولكنه يصححها five we hadn't had such a good love for ages لم نحظى بمثل هذا الضحك الكثير لأزمان طويلة we hadn't نعاكس أن في و ننزل الفعل المساعد فنقول had ثم we had we right I really enjoyed myself فعلا أنا حقا استمتعت six let's go to the dead sea علينا أن نضع هنا question tag let's let us دائما let us يكون ال question tag shall we هلا فعلنا هذا صيغة أمر مؤدبة وهنا وضعنا will you ولكن مع ال we نحن let us دعونا نحن نستخدم shall بدل ال will فتصبح shall we that's a great idea تلك فكرة رائعة use of English استخدام الإنجليزية exercise 5 choose the correct words from A to C to complete the text لإكمال النص اختر كلمات الصحيحة من A إلى C لإكمال النص لدينا هنا نص وفراغات وهنا لدينا لكل فراغ ثلاثة خيارات علينا أن نختار الإجابة الصحيحة بينها people فراغ recording information in the form of writing since ancient time الناس فراغ يسجلون المعلومات في شكل كتابة منذ العصور القديمة أو الأزمان القديمة لدينا where had been have been سنستخدم have been لماذا؟ لأن لدينا since منذ مع since نستخدم المضارع التام المستمر فتصبح have been recording المضارع التام المستمر present perfect continuous يعني أن الفعل كان يحدث وظل يحدث منذ ذلك الوقت حتى الآن فنقول have been recording subjects were usually connected to religion science trade and government although historians have also فراغ across letters people wrote to stay in touch in those times subject إذن المواضيع مواضيع ماذا؟ مواضيع المعلومات التي كانوا يسجلونها بشكل كتابة منذ العصور القديمة مواضيع هذه المعلومات كانت عادة مرتبطة بالدين religion science العلم أو العلوم trade التجارة and government الحكومة بالرغم من أن historians علماء التاريخ have also أيضا across letters لدينا have also been across letters and have also gone across letters and have also come across letters لدينا المصطلح come across صادفة إذن علماء التاريخ صادفوا أو وجدوا بالصدفة رسائل كتبها الناس ل البقاء على تواصل في تلك الأيام إذن نقول have also come across letters فالخيار سي أيضا messages to each other by letter إذن انتشار الخدمات البريدية في القرن التاسع عشر سمح للعائلات والأصدقاء أن يقوموا بشيء خاص بالرسائل لبعضهم بواسطة letter الرسالة ماذا سمح لهم to convey messages أم carry messages أم write messages convey ينقل carry يحمل write يكتب الخدمات البريدية ستسمح بنقل الرسائل عن طريق letter الرسائل المكتوبة ولم تسمح لهم هم بحمل الرسائل لن يحملها الناس العائلات والأصدقاء لكن الخدمات البريدية ستنقل الرسائل فنقول الخيار a convey وهي لم تسمح بwrite كتابة الرسائل لماذا؟ لأنهم يكتبونها بأنفسهم ليسوا بحاجة لهذه الخدمات نضع الخيار a four فراغ in contact was much easier than it had ever been لدينا staying in contact أو passing in contact أو maintaining in contact staying in contact هي الأصح والتي صادفناها كثيرا البقاء على تواصل أيضا نختار a but why bother writing a letter when you can make small فراغ on the phone for very little cost ولكن لماذا باظر تزعج نفسك باظر يزعج تزعج نفسك بكتابة رسالة عندما تستطيع أن تجري فراغ صغير على الهاتف مقابل for very little cost مقابل تكلفة قليلة جدا إذن when you can make small ماذا هل you can make small chat أم small speak أم small talk على الهاتف تستطيع أن تجري محادثة صغيرة أو قصيرة إذن small talk فالخيار C اشتماعي اشتركوا في القناة